هل تعتقد أنه قد تكون يعني إيران والميليشيات هي التي تدفع بهذه القضية خاصة ومن 2013 المفتشون للولستري جيرنال تحدثوا واشتبهوا بأن هنالك قد تكون هؤلاء ميليشيات أو حرس ثوري إيراني هم الحراس لهذه المنشآت يعني أل تعتقد قد تكون إيران هي التي تدفع بهذا الاتجاه لأسباب استراتيجية؟ نعم بدون شك المعروف هو أن لإيران وجودا استخباراتيا وعسكريا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات تدعمها إيران متواجدة في سوريا منذ فترة الآن بالإضافة إلى ذلك هذه المعلومات وردت إلى إسرائيل والسي آي اي في الواقع لاستخبارات الأمريكية عن طريق ما يمكن أن نسميه جسوس سوري عميل سوري كيماوي هو الذي نقل إلى الاستخبارات الأمريكية السي آي اي أنباء زيادة المخزون الكيماوي لدى دمشق إذن هذا الجسوس أيضا إذا جاز هذا التعبير مرة أخرى أطلع السي آي اي على أن وراء هذا البرنامج الكيماوي الجديد عناصر إيرانية وفنيون إيرانيون وكما قلت أنت ربما الحرس الثوري الإيراني الذي يرتدي الزي السوري إذن نعم هو بمشاركة وتعاون مؤكدين من جانب الحرس الثوري الإيران طيب ظهور قصة غاز السارين من جديد على الرغم من أن أوباما في حينها اتفق مع بوتين ومواصلات عديدة وتواصلوا بشكل كبير على أساس أن لا يظهر هذا الغاز وكان جو بايدن هو نائب باراك أوباما هذا أمر معروف هل تعتقد بأن هذا الإخفاق الواضح الآن بظهور هذه القصة من جديد وذهاب هذه الوعود عبر الشباك لم خلص في مهب الرياح هل تعتقد بأن جو بايدن وطبيعة السياسات التي تبعها أوباما يعني هي أيضا يلام عليها جو بايدن نعم ولكن كما تعلم نائب الرئيس هو منصب يتبع الرئيس أي أنه ليس صاحب القرار النهائي اليوم جو بايدن هو الرئيس وهو المسؤول ويمكن محاسبته وليس من الممكن أن نقول أنه لأن أوباما فعل هذا فإن الملامة تقع على جو بايدن إلا بصورة ثانوية الآن علينا أن ننظر لنرى كيف سيتصرف جو بايدن وهو الرئيس الأمريكي مع هذه المسألة هناك شقان الشق الأول الشقان للسلوك الأمريكي إزاء هذا العمل كيف ستعامل الرئيس بايدن مع حكومة دمشق كما ذكرت قبل لحظة هو يراجع الآن السياسة الأمريكية تجاه دمشق من كافة النواحي وهذا الكشف سوف يعجل ويسرع بالنتائج التي سوف تعلن عن قريب والأمر الثاني هو كيف سيتعامل الرئيس بايدن مع موسكو التي تعهدت بأنها ضامنة لخلو سوريا ودمشق من أنظمة الأسلحة الكيموية الخطيرة طيب كيف للعقوبات أن توجه بايدن على ما هو واضح من بعض الأنباء بأنه متوجه لفرض عقوبات على الحكومة السورية كما تفضلتم أيضا في البداية يعني كيف للعقوبات أن تغير من حقيقة القضايا الكيموية الأسلحة الكيموية وغيرها من هذه التفاصيل كيف لها أن تغير من ذلك كما هو الأمر في إيران العقوبات لم تمنع إيران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي ولكن معدلات التضخم في إيران زادت عن 60% الآن إذن هناك مصاعب معيشية تواجه المواطن الإيراني العادي الأمر بالمثل بالنسبة للمواطن السوري سوف يواجه مصاعب كبيرة في مواجهة هذه العقوبات الجديدة ولكن العقوبات الجديدة الأمريكية لن تقتصر فقط على الضغوط والعقوبات الاقتصادية وإنما ربما ستكون هناك عمليات أخرى ربما في واقع الأمر في عهد أوباما وإلى أن تدخلت موسكو وعرضت الوساطة للتخلص من الأسلحة الكيموية السورية في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة تفكر وتنظر في عمليات عسكرية ضد منشعات تخزين وإنتاج الأسلحة الكيموية السورية إذن لنا أن نتوقع أنه ما لم يحدث تحدث خطوات من جانب الحكومة السورية للتخلص نهائيا وبصورة علنية ودعني أقول أن ما ضربته إسرائيل حتى الآن هي أهداف عبارة عن مخازن يعني أن الحكومة السورية بتعاون مع إيران لم تشرع بعد في إنتاج السلاح الكيموية وإنما إسرائيل كانت أسرع بحيث أنها عندما استهدفت هذه المواقع استهدفت مخازن لتخزين الإمدادات اللازمة لصنع غيرها طيب واضحة هي الرسالة من إسرائيل تجاه هذه القضية وطبيعة الاختراق الكبير في سوريا والدليل هذه العملية الاستباقية التي قاموا بها على مستوى هذا العام والعام الماضي ولكن ألا تعتقد أن هذا لا يعني شيئا بالنسبة لإيران صح أنتم تعرفون الكثير من التفاصيل يا إسرائيل في قضية ما يجري في سوريا كونها جزء من أملكم القومي وغيرها ولكن إيران تتقدم على مستويات خطيرة جدا على المستويات النووية مقارنة بهذه الأسلحة الكيموية والمواد الكيموية التي نتحدث عنها نعم بدون شك إيران تتقدم تخصب اليورانيوم الآن بنسبة 60% عسكرة السلاح اليورانيوم تحتاج إلى تخصيب بنسبة 90% ولكن بدون شك عندما نتحدث عن نسبة 60% نحن نتحدث إذن عن اختزال الفترة الزمنية اللازم لإيران أن تجتازها لكي تنتج سلاحا نوويا والتوقيت مهم هنا بالنسبة للكشف عن المخزون الكيموي الجديد في سوريا والقص الإسرائيلي لهذا المخزون الرسالة موجهة لإيران أيضا بالنظر إلى أن إسرائيل في واقع الأمر لو لا أن الولايات المتحدة تعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذا الوقت فإنها في واقع الأمر ترتب مع إيران تدريبات منورات عسكرية مشتركة تقوم فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية بالتدريب على ضرب منشآت نووية إيرانية لم يحن الوقت بعد لتنفيذ هذا لأن الولايات المتحدة تفضل مواصلة التباحث في فيينا لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح أم لا فإذا ثبت أن الدبلوماسية لا تنجح في فيينا أعتقد أن الولايات المتحدة كما أعلن الرئيس بايدن ووزير خارجياته مرات عديدة سوف تبدأ في التباحث مع الحلفاء عن بدائل وخيارات أخرى عن الدبلوماسية في فيينا ترجمة نانسي قنقر